اهلا بكم في كورس الجرامر المجاني اللي بنقدمه على القناة دي واللي هنبتديه من البداية خالص من الصف لو الجرامر بيمثلك مشكلة او صعبة معك تابعنا ان شاء الله على القناة وحتلاقي الموضوع بسيط جدا لان هنبتدي شكل ما قولنا من البداية النهاردة ان شاء الله هنبتدي مع اول موضوع جرامر لازم تعرفه هو ازاي حط او ان قبل الاسم المفرد وانت بحط او انت بحط ان في البداية لازم اعرف ان 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 are indefinite articles يعني ادوات نكرة بحطها قبل الاسم لما الاسم بتاعي يكون مفرد وهنا مش هنبدأ نقول حاجة الى لكن هنقول في الاول اني بتيجي قبل الاسم المفرد طب يا مصر امتى هحط ا وامتى هحط ان اللي هحط ا قبل الكونسننت ساكن يعني قبل الصوت الساكن تاني قبل الصوت الساكن وهنا مش عايزين نحط في دماغي الاولاد ان انا بقول قبل الحرف الساكن بعد كده ان شاء الله لما نتطور شوية في الجرامر هنعرف ليه بقول صوت ساكن تاني ابي انا بحط ا قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ ب Panda يعني بصوت ساكن اما ان بتيجي قبل Singular Noun يعني الاسم المفرد لبيبدأ بالCon يعني بصوت متحرك وينها حبدأ أدي ابني بعض الكلمات اللي بتبدأ بconsonant sound يعني بصوت ساكن وبعض الكلمات اللي بتبدأ بvowl sound يعني بصوت متحرك وابدأ أعرفه إزاي هحط a and an يعني حديله مثلا كلمة like cat cat يعني قطة حبدأ أقول له تعالى نشوف يلا الحرف الأولاني أو الصوت الأولاني هو كا أو حرف سي طيب الكا ساوند حتقول لي ده صوت ساكن فبالتالي لازم أحط قبله a يبقى هنا الأول بعرف إنه حرف ساكن أو صوت ساكن فبالتالي بحط قبله a بدي له كلمة شكل كلمة pen pen يعني ألم جف هقول له الpa sound or the consonant يعني ساكن فبالتالي هحط قبله a يبقى a pen a pen a pen means only one pen يعني معناها ألم واحد هتدي له كلمة شكل كلمة apple apple هقول له apple هيقول له تفاحة طب تعالى نشوف الصوت الأولاني a a طبعا هو أخذ الأصوات المتحركة أو الحروف المتحركة لها a a e i o and u طبعا الأصوات دي على طول بجيب قبلها an فحيقول لي apple ال a هنا فاول متحرك فبالتالي هحط قبله an an فتبقى an apple an apple يعني تفاحة واحدة only one apple تعالى نشوف egg هيقول لي egg ده بتبدأ به ال a sound اللي هو الصوت المتحرك a طيب طالما تنعموا تحرك فبالتالي هحط أنا an فقول له an egg an egg يعني only one egg بيضة واحدة طيب kite الكاسا ده consonant second فبالتالي هحط قبله a فتبقى a kite a kite only one kite bike bike it's bass sound bass sound هتقول لي consonant second فبالتالي هحط قبله a وتبقى a bike a bike the word elephant elephant هقول له a the a sound is a vowel يعني صوت متحرك فبالتالي هحط قبله an وتبقى an elephant an elephant يعني في الواحد طيب the next word is arm arm the a sound is a vowel sound يعني صوت متحرك فبالتالي هحط قبله an an the next word is man man the ma sound is constant يعني حرف ساكن فبالتالي هقول لي أنا أحط a فتبقى a man a man and a man is only one man hour وهنا بقى حد ألف تنتباه حوله the word is hour hour يبقى لما جيت نطعت الكلمة لقيت ال H silent يبقى أنا بعمل على الصوت على الصوت المنطوق مش شكل الكلمة يعني لو بعمل على شكل الكلمة يبقى أنا أحط ايه عشان هتقول لي ال H sound أو ال H sound ده consonant ساكن هقول لك لأ أنا بقول hour hour يبقى أنا ابتديت بصوت ال O صوت ال O ظاول متحرك فبالتالي هحط an فأقول an hour an hour an hour so the word umbrella 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 هقول لي O the O sound is a vowel sound يعني الصوت متحرك فبالتالي هحط قبله an وتبقى an umbrella an umbrella the word nose nose هول الله ناسا ده صوت ساكن فبالتالي لازم حط قبله A فأقول nose a nose يعني one nose وكذا أنا ابني عرف how to put A and N before the singular noun يعني قبل الإسم المفرد thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes goodbye السلام عليكم